اقرأ اقرأ مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقات جديدة من برنامجكم اقرأ احنا الاسابع الماضية الحلقات الماضية تعرفنا على من اول حرف الالف حتى حرف الطاء شكل الحرف وصوت الحرف تمام احنا طبعا نتعودنا احنا نعرض فيديوهات لأطفالنا الحلوين وبدعه تاني جميع الحضانات جميع من يعمل في التأسيس يشترك في البرنامج ونحن نرحب به وفي كل سرور حنعرض شغله مشاهدين الكرام هنبدأ الاول قبل ما نبدأ على حرف الضاء في الزميل محمد فايد كان زميلنا هنا واشتغل في التأسيس بأس الأطفال عمل حضانة حضانة النور في بنناوية مركز سمنوت انا هنشوف شغله في التأسيس والأطفال احنا بنشجع الأطفال يا جماعة اولياء الأمور الحضانات اي حد بيعمل في التأسيس يتواصل معنا هنشوف الفيديو لأطفالنا في تأسيس الأطفال في حضانة النور عمل حاجة حلوة جدا كده في المد والممدود وفي بيت او بيت الفيديو جاهز يا سمح محمد تمام نعرض الفيديو ونرجع لكم تاني نكمل مع حرف الضاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكو في اليوم دي النهاردة هنشاء الله هنكون معنا ساندي الكلمات التي تطورها عدراتكم هي هتستمر منها حرف المد والحرف الممدود تمام ساندي جاهزة جاهزة يلا مينة يلا اقرأي الأول الكلمة وطلعيلي بقى حرف المد ويه الممدود يلا يا بيت لا عالي صوتك ها اسمها ايه الكلمة الأولى تي الحم الحم بربع عليك ايه بقى حرف المد حرف المد ده اسمه ده مد ها بالواو بربع عليك طيب ويه الحرف الممدود ده الحا الحا حرف المد عندنا الواو و الممدود خار و المد يهزة طيب ها الكلمة التانية اسمها ايه؟ و推 وازالون. اوكي طيب ايه حرف المدد? الالف. الالف. وايه حرف الممدود? ازاي? ربو عليك. التلتسناها ايه? تينون. طيب ايه حرف المدد? الياء. ممتازة. وايه حرف الممدود? التاك. تبطورة جدا الزان دي. ممتازة. ايه? كيمة اللي بعدها? باسيمون. ها ايه حرف المدد? الالف. والمندود. ده انت شطر خالص. ها كيمة اللي بعدها اسمها ايه? كاتكوت. ها فين حرف المدد? الواو. وايه حرف الممدود? اقرأ. 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 ده بت ايه? الحركات. ده بت الحركات في ايه? الفات. السكون. اه. عبادة. والدامة. والسكون. والسكون. من بيخبط على الباب? السكون. هنفتح له الباب? اه. ندخله عندنا? اه. طب هو السكون بيعمل ايه في الحال? اه. ميا يا موازلاء. طب يخلينا ايه مكسلان? اه. من صحي? اه. هلا كده تشوف معانا الاول السكون بتعمل ايه? قولي يلا كده معايا دي اسمها ايه? ما. 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 ما غير للسكون. الماء اللي عليا السكون ينفع ان طغر في اول الكلام? لا. لا. لازم ان حرفي صحيها? اه. عشان لا يا جوز. بالنسة. لا يا جوز. بالنسة. اه لايه جوز البدي بساكن وساكن جان بساكن لدمنا صحيمين الالف الالف صحي مين الالف انو بيش kalauف الصجر والدما يلا صحي معي بها ميığل أم ميق عم أم 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 أ اقرأ 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 وكل الحضانات يا جماعة وكل الناس اللي بتشتغف التأسيس وكل الأطفال اللي أوليها الأمور ابعتوا لنا فيديوهات لأطفالكم عشان ما نتأخرش والأستاذ وليد دايما يقول لي خلص خلص بسرعة نجي بقى على حرف الضاء وعشان نبدأ في عدده تمام كده النهاردة هناخد حرف ايه النهاردة هناخد حرف الضاء هناخد حرف ايه الضاء يا حضرات تمام كده اسمه ايه ضاء الاول حرف الضاء هو احنا شايفينه شبه حرف الطاء تماما بس علينا نقطة تمام كده حرف الضاء من الحروف اللي ثوية بس دا هنتكلم فيه في صوت الحرف دلوقتي شكل حرف الضاء هون زي احنا بنعمل الطاء بالزبط اهي شوفوا هادي كاسة كده ودال احتمام كده واهون ونقطة هنا دا حرف الضاء الاول نطلع كراسة شكل الحرف الناس اللي مش متابعة معنا من الاول يعني عامل ثلاث كراسات كراسة شكل الحرف كراسة صوت الحرف كراسة الاملاء تعال لدى كراسة شكل حرف اوف على ايمين كده نكتب الضاء منفاردة يلا حضرات اهو احنا طبعا نتعلمنا المرة اللي فاتت ادي احنا بنعمل كده اهو ونعملين كده الكاسة دي كده وننزل بالالف كده تمام كده ماشي ادي حرف الضاء حرف الضاء بقى في اول الكلمة دا ننزل بها يا حضرات كده الاول اولياء الامور ننزل بالضاء في الصفحة العليمين في كراسة شكل الحرف نجي صفحة الشمال بقى حرف الضاء في اول الكلمة اهو بيعمل ايه حرف الضاء في اول الكلمة بيمسك في اللي وراء حرف الضاء حرف الضاء مش من حروف الرفازة تمام كده ماشي حرف الضاء في وسط الكلمة هو مازك في الوراء واللي قدامه تمام كده ماشي حضرات وأدي حرف الضاء في آخر الكلمة تمام ولو سبق حرفه الحروف الرفاصة أهلا أدي حرف الضاء طيب عايزين أمثلة يا حضرات على حرف الضاء في أول الكلمة يلا بينا كده حرف الضاء في أول الكلمة حبيب يا حلوين تنمور فين يا تنمور نمت ادي حرف في الضاء اهو اتأخر في الحضور ما فيش مشكلة تمام حرف في الضاء فاول كلمة حضرات اهو ماسك فين في اللي وراه زي ايه مثلا كده حبيبي يا حلوين زي مثلا ظرفه اهو ادي الضاء ماسكت في الرأي ماشي وحمودة بيقول ظرفه ظهره تمام كده ادي الضاء ماسكت في الرأي الضاء مش رفاص ادي الضاء في اول الكلمة ماشي حبيبي يا حلوين يا مقطاطين تب الضاء في وسط الكلمة اللي هي مسك في اللي قدامها واللي وراها زي ايه يا حبيبي يا حلوين يا معا يلا زي مثلا ايه اهو شوف الضاء الضاء في وسط الكلمة يا حبيبي يا حلوين يا مقطاطين اهيه مسك في اللي قدامها واللي وراها عظيء يلا عظيم تمام كده لسه ما خدش التنون يا محمد فأكيدا إيه حطنا الضمه بس تمام كده حمد ماشي هذا هو الضعف وسط الكلمة ماسكف اللي وراها واللي قدامها واحد يقول لي يا أستاذ الضعف وسط الكلمة دايما 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 ماسكف اللي قدامها والوراها وفارد جناحتها كده وماسكف شعر كده الأستاذ وليد وماسكف شعر الأستاذ محمد لا طبعا تعالوا شوفوا كده ممكن الضاء في وسط الكلمة يسبقها حرف رفاص نعمل يا ساعتها بقا نعيط نقول لأ الأستاذ محسن قال لي أنها مسكف اللي وراها لو قدامها فارد جناحت لا يا حبيبي ممكن يجي قبلها حرف رفاص تعالوا نشوف كده زي إيه مثلا كده هذه الألفة هي نروح نروح في الرفاص ألف همزة فتحة أ شوف حتى دي جمع أض أهو هذه الضاء ترفصت الألف من الحروف الرفاصة أو حروف الأفز الأسد أو الرافضة أو الرافصة زي أي تسمية تحبوها رفاص الضاء يعني حرف رفاص يعني باب يمسكش في اللي وراء أهو أض شوفوا الضاء هي تمام عشان ما مش هد يقول لي إيه لا أض لا ما أهو هذه ألف همزة فتحة أ ضاء ساكنة أض لم فتحة لا أض لا مين فتحة ما أض لا ما أدي الضاء لو سبقى حرف الرفاص ويكون في وسط الكلمة تب الضاء في آخر الكلمة يا أستاذ يلا بينا كده هم تعالوا نشوف كده الضاء في آخر الكلمة شكلها إيه حا فتحة حا فا كسرة في بعدها ما دي بلياء حفي شوف الضاء في آخر الكلمة شكلها إيه آه أدي الضاء في آخر الكلمة إيه اللي حصل الضاء في آخر الكلمة مسكت في الليلة قدامها بس آه حا في ذو حا فتحة حا فا كسرة في حا في بعدها ما دي بلياء حفي ضاء ضم ذو حا في ذو أدي الضاء في آخر الكلمة تب الضاء في آخر الكلمة برضو لو سبقى حرف رفاص نعمل إيه نسبها لا طبعاً زي إيه كده حبيبي يا حلوين يلا هم يلا كده حبيبي يا حلوين يلا زي إيه هم حد يقول لي كده ماشي الضاء يا حبيبي يا حلوين الضاء في آخر الكلمة زي مثلاً إيه آلف همزة فتحة آ لمسة كنة آل فتحة فا آل فا أدي ما دي بالآلف أهو آل فا ظو آدي الضاء هنا إيه اللي حصل في الضاء هنا يا أولاد يلا حبيبي يا حلوين آلف همزة فتحة آ لمسة كنة آل فا بعدها ما دي بالآلف فا آل فا ضاء ضمه آلف فا الآ آل آدي شكل الضاء في آخر الكلمة لو سبق حرف من حرف رفض تمام ممكن يا حبيبي آدي الضاء هه الضاء هه لو في أول الكلمة زي ضر فو آدي الضاء هه في وسط في وسط الكلمة ولو ما تبقى Berry وزي عظيم واتي الضاء لو سبقى حرف رفض ويكون في وسط الكلمة آ لَم الضاء في آخر الكلمة ولو ما تبقى حرف رفض زي حفظ أدي الضعف آخر الكلمة يوسبق حرف الرفاص زي الفاغظ أوليها الأمور تكتب الكلمات دي وتكتب الطريقة دي كده وتنزل بيها الطفل ينزل بيها ويدي له ورد نفس الواجب الحاجة دي ده في كراسة شكل الحرف كراسة ايه؟ شكل الحرف يلا أيوه برافو عليك كده خلصته يلا نقفل كراسة شكل الحرف ونفتح كراسة صغوط الحرف يلا حبيب يا حلون يا مقاط قطين يلا كان فيه مكلمة يلا حبيب يا حيوين مقاط قطين نعمل ايه؟ نعمل ايه دلوقتي؟ هنروح على صغوط الحرف يعني ايه يا أستاذ صغوط الحرف؟ يعني احنا منهشكوا يعني ولا ايه؟ مش فاهم صغوطه بيصوت يعني؟ لا يا أستاذ صغوط الحرف يعني ندي له حركات الحالات بتاعتي ندي له حركات طبعا لابد الالتزام بيه يا حبيب يا حلوين؟ الالتزام بالسطر والضاء ما فيش حد يعمل لي ضاء صغنططة كده لا يا صلو منصورة اهي؟ يعمل لي ضاء قد كده قد الدال لا طبعا احنا قلنا الالف واللام والطاء والضاء يلا والكاف اهي حروف عالية كل اشوف طول ايه؟ كلهم طول بعض اهو تمام كده؟ علشان ما فيش حد يعمل لي ايه؟ يعمل لي الضاء قد كده او الطاء قد كده او الالف او الكاف او اللام ماشي حبابي يا حلوين؟ ايوة نكبر خطنا ونمشي على السطر الحروف الضاء ما بتنزلش من على السطر ما يبقى بد من ما ننزلش في وسط الكلمة في اخذ الكلمة من الاثنين يا الله السلام عليكم من قطع الاتصال نكمل حرف الضاء وحركات حرف الضاء يلا سيد منصور يلا كده قد الضاء عشان نسمع صوتها نعمل لها ايه؟ نهدي لها حركات قصيرة الاول نبدأ بالقصيرة يعني حركات قصيرة يا استاذ يعني فاتحة وكاسرة وضمة يا استاذ ضاء فاتحة ضاء ضاء فاتحة ضاء ضاء كاسرة ضي انا سامع واحد بيقول لي ضي لا 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 سواني بقى حرف الضاء يا حبيب يا حلوين من الحروف اللسوية يعني ايه لسوية يعني ايه؟ ده طلع طرف الثاني كده فيها وانا بقولها ما بيش حد يقول لي ذا ذا دي مرقاقة الضاء حرف الضاء حرف مفخم حرف ايه؟ مفخم يا استاذ طيب معنا مامة سجدة السلام عليكم ايه؟ قالو سجدة ازاك يا سجدة؟ سجدة موهد سماع سماع سجدة عاوزة يا سجدة تعرفي تقول لي حركات حرف الضاء يا سجدة؟ اه؟ طيب يا الله كده؟ ضاء فتحة؟ اه؟ يلا سجود الضاء فتحة؟ ايوة ضاء فتحة وانا اللي بقوله لانتي ضاء فتحة؟ جا ضاء كسرة؟ ها؟ فتحة لا ما تروشينيش بقى فتحة بص يا حبيبتي ضاء فتحة ضاء بصي ضاء فتحة وبالبصي بس إسمعيني بس الأول؟ سي طب إسمعيني سجودة إسمعيني يا حبيبتي ضاء فتحة ضاء ضاء لابد طلع طرف فلساني يا حبيبتي طلع طرف فلساني كده يلا ضاء 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 ما تنفعش أقول زاء ولا زاء حرف الض تخين كده الحظر عمل فيه عماين زي الأستاذ وليد كده تمام كده بوزه خلص الضيط ضاء فتحة ضاء ضاء كسرة ضي ضاء ضمة ضو يبقى حرف الضي على سجودة إيه؟ حرف تخين ضو غليز ببوز وأنا بقوله غليز ضاء 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 مش زاء زاء بابتسم أولا زاي بابتسم وزال بابتسم الضاء حرف تخين مفخم شكرا يا سجودة شكرا ضاء فتحة ضاء ضاء كسرة ضي ضاء ضمة ضو تمام كده الحرف اللي ثوي عشان الناس ما تنسهاش أهي حرف الزال هم؟ وكمان حبيبها حلوين يما أطأطين يلا وقبلها الثاء وبعد كده الضاء الحروف الثلاثة يا أستاذ منصور يا أستاذ منصور الحروف الثلاثة دول الثاء والذال والضاء بطلع طرف الثاني منهم بطلع إيه؟ بطلع طرف الثاني كده ذا ذا ما نفعش أقول ذا ذا ثاء ثاء والضاء التالتة بتاعتهم ما بطلعش طرف الثاني كتير قوي يعني أقل منهم شوية ذا 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 تمام كده؟ يبقى الثاء والذال والضاء بطلع طرف الثاني وأنا منطأ تمام كده اسم الحروف للثوية تمام ضاء فتحة ضاء ضاء كسرة ضي ضاء ضمة ضو تمام الله ينور عليك كده اسمه حركات قصيرة حركات يا حبيبي يا حلوين ما أطأطين قصيرة يا سجودة يا أماني بصوا حبيبي يا حلوين يا فريدة كلكم معايا دولة عارفين تتفرغوا علي اسمه حركات قصيرة ليه؟ عشان أدوكم كده صيارة أما بقى الحركات الطويلة انا هاخدتك يا منشوها زي ايه عامو وحسن كده زي مستر وحسن كده طويلة تعالوا نشوف كده يلا نشوف نشوف مثال على الضاء فتحة كده يا حبيبي يا حلوين يا مطأطين يلا كده زي ايه يا حبيبي نكمل بس يا أستاذ محمد حرف الضاء نكمل بس نكمل حرف الضاء وفي آخر الحلقة مكلمات مشاهدين يا كرام احنا نشرح حرف الضاء الاول واتصل بنا في آخر الحلقة تمام كده حبيبي يا حلوين مقطعطين يلا ادي الضفة هو الكلمة هو الضفة اصدم الفتحة هي ضفة فتحة هي ضفة ضفة فتحة ضفة يلا رأسة كنة ضر فضم فو ادي الضفة فتحة هي نقول ايه ضفة ضفة ببوز وانا بقول الحرف ضفة عشان تخين مجا عالس كده حس ان ايه واحد بيأكل كسندوتش بتخين تمام كده ضر فو ضفة فتحة ضا اهي ضفة فتحة ما ينفعش اقول زا اقول زرف ايه ده لا ده متدلع كده الضا ما بتدلعش ازاي اللي بتدلع والزار اهي ضر فو ضفة فتحة ضا اوليها الامور نكتب علشان المفروض تملي ابناءك ضفة فتحة ضا رأسة كنة ما ينفعش انطقها لوحدها ضر فضم فو ضر فو تمام كده طب الضا يا حبيبي ضا كسرة ضي ضا كسرة بكسر بص شوفوا بخفض فكناه ضي ضي اهو ضا كسرة ضي طيب زي ايه كده حبيبي يا حلوين ها هو يلا شوف كلمة كده حا فتحة حا ضا كسرة شوفوا ادي الضا كسرة هي حا ضي حاضي يا اهي بصوا حبيبي حلوين حا فتحة حا ادي الضا مكسرة هي بس واحد يقول لي ايه دا يا أستاذ الياء دي ايه دي مد دي ولا اقول له طالما شكلناها عليها فتحة كسرة ضم مسكون يبقى مش مد حبيبي المد ما بتشكلش يلا حا فتحة حا ضا كسرة ضي حا ضي ياء فتحة يا حا حا فتحة حا ضا كسرة ضي حا ضي ياء فتحة يبقى حا ضي يا حا ضي تمام تبقى الضا ضم يا أستاذ عاوزين مثال عليها ضا ضم ضو ضا ضم ضو زي يلا كده حا فتحة هي حا فبعدها ما دي بني حفي شوف بقى ضا ضم هي حفي ضو اه حا فتحة حا فا بعدها ما دي بني يا في يبقى حا في ضا ضم ضو يبقى حا في ضو تمام كده دي حركات قصيرة حبيبي ضا فتحة ضا زي ضر فو ضا كسرة ضي زي حضي ضا ضم ضو زي حفي ضو شوفنا الفتحة هي ضا فتحة زي ضر ضا كسرة زي حضي ضا ضم زي حفي ضو تمام كده يا حبيبي يا حلوين يلا بينا يلا على الإيباه على حركات الطويلة اللي زي مستر محسن كده يلا حبيبي يا حلوين ادي الضا هي فتحة ثاني عشان أسمعها الكتاني ضا فتحة ضا ضا كسرة ضي دي اسم حركة ايه قصيرة يا أستاذ لي استئيلها لنه مش حننساها طب يا حبيبي يا حلوين الضا فتحة دي عايزينها نخليها حركة طويلة عايزيني مدها شوية نمدها على رجلها لا طبعا وما لم يدها بيه يا أستاذ في حاجة اسمها حروف المد ايه حروف المد دي يا مستر محسن ايوة تا 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 حروف المد تلاتة ألف واو يابرافو عليك ايوة كده الستاذ منصور النهاردة مبداع النهاردة فيه غياب الستسامر يلا مفيش مشكلة ضا فتحة عايزيني مدها بقى يا منصور يلا يا استاذ منصور كده مدر تصني النهاردة مبداع النهاردة ضا فتحة ضا عايزيني مدها نبدها بايه نعم ايه لسه بادري لسه هنخلص الحروف يا عزيزي محمد طب نخلص الأول وبعدنا نشوف الله ماشي ضاء فتحة ضاء عايزين نمدها نمدها بالإيه؟ نمدها بالألف يا أستاذ عشان الألف بيحب الفتحة ضاء بعدها مد بالألف ضاء ضاء بعدها مد بالألف ضاء ضاء فتحة ضاء بعدها مد بالألف ضاء تمام كده طب الظق كسرة يا وأستاذ مدها بايه مدها بلا ياه ليا أستاذ عشان كسرة بتحب كما عايزين مثال عليها كده يا أستاذ يا الله يلا بينا كده مثال سريع يا الله دي الضاء بعدها ما دي بالآلف ضاء شوفوا أهي ضاء لابد نفرع بين الحركة القصيرة والحركة الطويلة ضاء أيوة لم كسر لي ضاء لي مو شوفوا أهي ضاء لي مو ضاء بعدها من بالآلف ضاء لم كسر لي يبقى ضاء لي ميم ضامة مو ضاء لي مو وزي عظامه برضو أهي عين كسر عي ضاء بعدها من بالآلف ضاء عي ضاء مو أهي تم كده عين كسر عي ضاء بعدها من بالآلف ضاء يبقى عي ضاء ميم ضامة مو تم المد بليه أستاذ مثال عليه سريع كده عشان ليه المخرج عمال يقولنا فوداني كده يلا عين فتحة ع الضاء بعدها من بالياء ضي يلا عظي أيها بعد كده ميم ضامة مو يبقى عين فتحة ع ضاء بعدها من بالياء ضي عظي ميم ضامة مو عظي مو طيب الضاء بعدها من بالواو يا أستاذ مثال عليها يلا كده ع ضامة ح الضاء بعدها من بالياء يلا عظي يلا عظي ح برافو عليكم وكده ضاء فتحة ضاء ضاء كسرة ضاء ضاء ضم ضاء ضاء بعدها من بالألف ضاء بعدها من بالواو ضو الحرف الساكن با يا حبيب يا حلوي الضاء الساكنة نعمل فيها إيه؟ الحرف الساكن يا أساس حرف ضعيف حضرتك قلت لنا ان الضاءł أية حرف ساكن حرف ضعيف يعني حرف ضعيف ما ينفعش نطق الوحده يا حبيبي يلا كده نعرف نمطأ الضاء الساكنة لوحدها يلا بينا كده أدي الضاء هي ينفع لا الضاء الساكنة هي ينفع لا الضاء الساكنة هي ينفع حبيبي يا حلوين لا يا أستاذ لابد أحضر حرفه قدامه عشان أعرف أنطأه حرف الضاء الساكنة أو أي حرف ساكن حرف ضعيف لابد أجيب حرف متحرك قوي يسنده تعالوا بينا كده حبيبي يا حلوين آآ آلف همزة فتحة أ الظأي الساكنة من فهش انطقل وحدها أض يلا آلف همزة كسرة إي الظأي الساكنة من فهش انطقل وحدها يلا أض أض آلف همزة ضمة أو ضأ ساكنة من فهش انطقل وحدة لا بد انطقهم على آلف أض وحظ أهي حق فتحة حق ضأ ساكنة حظ وحظ وهكذا بقيت الحروف يا حبايب يا حلوين الضاء الساكنة ما ينفعش أنطع الوحدة أض إض أض أو وحد يقولك ضاء لأ أض إض أض حظ 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 ولابد أسمع صوت حرف الضاء ما ينفعش أقول إيه حز لأ حظ ما ينفعش أقول حب لأ ده ضاء يبلابد أسمع صوت حرف الضاء وأنا واقف عليه كده حرف الضاء كده بيعفظ كده من تحت حظ 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 وظ 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 تمام كده نختم إيه يا حبايب بقى نختم بإيه يا حبايب يا حلوين عايزين أنت بمثال قبل ما نختم مثال كده على الحرف الساكن يلا من فتحة ما من فتحة ما ضاء ساكنة يلا هم؟ أدي الضاء الساكنة هي مظ يلا واللام ضمه لو يلا مظلو بعدها ما تبقى لو مظلو مو كمام كده آه يا حبايب يا حلوين مظلو مو تمام حرف ثاني كده حاجة ثانية كده يلا عايزين فتحة عا ضاء ساكنة عض عض مو يلا هبايب يا حلوين أهي عيني فتحة عا ضاء ساكنة عض من ضم مو كده خدنا أمثلة على الضاء الساكنة أض إض أض حض 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 من فتحة ما ضاء ساكنة مظ لم ضم لو يبقى مظ لو بعدها همد بالواء مظلو ممضم مو مظ لو مو تب الكلمة دي يا حبايب يا حلوين معي يا جل عيني فتحة عا ضاء ساكنة عض ممضم مو عض مو تمام كده قبل ما نعمل الشبكة ماشي أقول لكم حاجة بسطة جدا يا حبايب يا حلوين حاجة بسطة جدا 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 ممكن الصور نشوفها على الشاشة وأنا أقولها عشان نشرحها في صور كده موجودة عشان نفرق بين حرف الضاء وحرف الزال حرف الضاء وحرف الزال نشوف كده الله ينور عليك يا مخريجنا الكريم شوفوا حبايب يا حلوين كده نشوف كده حرف الضاء هو وحرف اللي جنبها ايه حرف الزال تنمورة وصلوا لليسه أول حاجة ايه يا حبايب يا حلوين أول حاجة ايه ما فيش حد يقول لي ظره بالضاء لا أهدي ظره بالزال تمام كده تنم تاني حاجة ايه يا حبايب يا حلوين ظرفوا أيها بالضاء مش بالزال بالمفخمة ظرفوا طيب ايه اللي بعدهم تالي الصورة كده يا حبايب يا حلوين يا ما أطأطين ده ذراع يا أستاذ يبقى ذراع بالزال المرققة مش بالضاء التخينة تمام كده تحت ايه ده ايه ده ايه ظرف رو ده بالزال ولا بالضاء ده يا حبايب يا حلوين بالضاء التخينة ظاء 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 ظرف رو تمام طيب ايه الصورة التانية دي يا حبايب التالت اللي هي الرقم خمسة يعني إيه ده؟ ده سبيك الدهب يبقى ذهب ذهب ذهد ذهد بالذال الخفيفة المرققة اللي شبه الدال دي علىها نقطة طيب إيه الصورة الأخيرة دي يا حبيب يا حلوين؟ ده ظهروا ظهروا دي بالذال ولا بالضاء؟ بالضاء المفخمة اللي احنا بناخدها النهاردة زي الطاء علىها نقطة يبقى يا حبيب يا حلوين فبد نفرق بين الذال والضاء وإزاي عشان ما أقولش ظهروا مثلا أهي مثلا دي كلمة دي مثلا كلمة دي يا حبيب يا حيوني مقطاطين بالضاع اللي هي المفخمة التخينة تمام كده زي ايه مثلا فيه كلمتين أهي عايزون ننطق الكلمة دي مثلا يلا يا سيد منصور أخذ كلمتين أهي والتنين كلماتين مختلفتين في المعنى شوفها يا الله كده حد ينطق كده ننفتح نا زي بعدها زال بعدها ما دي بلي نذيه مرقاقة نذيه رأضا ما رو يبقى نذيه رو بص اهي عشان النطق الناس اللي بيتملل أبنائنا أولئ الأمور أو المدرسين لما تيجي يتملي لابد يترقق الزال والثخم الضاء اهي كلمتين لهم معنين مختلفين بس لو أنت ما رققتش الزال أو ما فخمتش الضاء الوقت حيتملى غلط وحيكتب غلط وحيبضل يستمر طوالعمر غلط يبقى نذيه رو بترقيق الزال تبديه أستاذ نوم فتحة نا ضاء كسرة ضي بعدها ما دي بليه ناظيه را ضمه رو ناظيه رو يبقى لابد ناخد بأنها حبيبية حلوين بيدن الزال المرقاقة اللي هي شبه الدال اللي علىها نقطة والضاء التخينة اللي هي بها الطاء اللي علىها نقطة والزاي التانية في بقى ايه مثلا اهي زاي فتحة زا رابعة ده مت بالالف زاراء فاتو شوفوا ما بيش حد الزاي ديت ما بطلاش فيها لسان طار في لسان ما بطلاش في الزاي دي زاراء ومرقاقة زاراء فاتو أول حد يعملها دي زال ولا ضاء يبقى الحروف الزال اللي شبه الدال دي والضاء هو الزاي في ناس بتطلعبط فيهم يبقى دي زاي مرقاقة زاي الراء علىها نقطة اهي زاراء فاتو نذير دال زاي الدال تحت عليها نقطة زاي الدال كده يبقى نذير اه حروف لسوية بس مرقاقة نذير طب نظير دي يا أستاذ زاي نظارة وعظيم الزاء دي اللي شبه الطاء على نقطة يبقى دي يا حبيبي يا حلون يا مقاطقين نذير مفخمة تمام كده عشان الناس ووليها الأمور دايما تمليلهم كلمات متشابهة كده عشان ياخدوا بالهم من الحروف المتشابهة في النطق المخارج قريبة من بعضها مخارج الحروف الزاي والزال والضاء فناخد بالنا علشان أولادنا ما يخطأوش بين التق والطق والدل والضاء والضاء والزال تمام كده فيه وقت شوية أي حد ماشي يبقى هنقتم بإيه؟ فيه وقت حد معنا ألو فيه هننتهي بقى بشبكة الحرف آخر حاجة دي آخر حاجة يلا حرف الزاء لو رمينا عليه شابه كده يحصل إيه؟ هم؟ حاجب لنا إيه؟ سمك أمال حاجب لنا إيه؟ حركة حرف الزاء ضاء فتحة ضاء ضاء كسرة ضي ضاء ضم وإيه تاني حاجب لنا أياه تاني الزاء بعدها مادي بالآلف ضاء والضاء بعدها مادي بالياء ضي تمام طب الضاء الساكنة نعرف انطقل وحدها تمام يب ألف همزة فتحة الله ينور عليك يا حبيب ألف أض وما تقولش آ آ آ لأ آ تسم في الهمزة دي آ آ أض أض أو عتبوز في الهمزة في الألف ألف همزة كسرة إي ضاء ساكنة أض ألف همزة ضمة أو ضاء ساكنة أض يا أستاذ محمد ممكن دي أنا أقطع كلمة يعني خلاص كده يا الله حبيب أحلوين يا الله للأسف الشديد الظاهر أنه عنده الأستاذ وليد الأهمية التعليم مش قوية شوية مش مشكلة هو برضو نعلمه وحنحاول معاه قادرة المستطاع حبيب أحلوين ضاء فتحة ضاء ضاء كسرة ضي ضاء ضمة ضو ضاء بعدها مزة الألف ضاء بعدها مزة دولياء ضي بعدها مدلوا ضو الضاء الساكنة نعمل فيها إيه من فشنطاء واحدة أض مشاهدنا الكرام أشكر جميع زملائي في كنترول ويعني كل الناس وخاصة طبعا السادة اللي هنا السادة منصور مدير التصوير أكتر واحد أشكره النهاردة طبعا السادة تامر النهاردة ما كانش موجود معنا يا الله مش مشكلة أشكر جميع الزملاء وأشكر حضركم مشاهدنا الكرام لحسن متابعتكم وإلى أن ألتقي بكم الأسبوع المقبل أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته